لاكجري رح تكون عم تصرف هذا طلع الكمان لبرج مش عارف اشوه رح يكون في عندك اكتر يعني بذخ او انت كريم بالاساس يا برج السرطان فحق رح يكون في عندك شو يعني عم تدفع كتير عم بشوفك هاي الفترة وممكن يكون معناه انه فعلا ثروة جاية في الطريق او يعني الشغل اللي عم تشتغله قبل شوي قلنا عنه كله والمحاولات عم بتكون كتير يعني كتير مثمرة ورح تجيب نتيجة في اسرع وقت شايفيتك عم بتحاول تكون غامض هذا الشهر وخاصة مع الشريك حتى مع الاشخاص الثانيين عم بتتكتم على مشاريعك عم تتكتم على اه ما عم تأمن لحدا ما عم اه تعطي ثقة لحدا اه ايش حتى الشريك عم تتعامل معاه بغموض فهذا اكتر ايشي بالنسبة لا اه طاقتك يا برج السرطان خلينا نشوف هاي الكروت تحذيرية بتحذرنا دائما من شي معين خلينا نشوف اه شو عم بتحذرنا هاي المرة لبرج السرطان من شو عم تحذره بتحذرك اه غريبة هاي يعني بس مش عارفة بتحذرك من شخص جديد اه عم يدخل حياتك اما صديق اما كحبيب داخل اما اما معجب عم تدخله في حياتك هذا الشخص دير بالك اه منه من من دخول اي اشخاص اه اكون حريص يا برج السرطان ما عم بقولك لا تدخل حدا لحياتك ولكن عم بقولك اه اكون كتير حذر بالنسبة لهذا الشخص كمان تحذير تاني بالنسبة لا العائلة الاهتمام بالعائلة اه بقولك عدم اهتمامك بالعائلة ممكن يقدي لانفصال او ممكن يقدي انه مش انفصال يعني لا زمح الله اه لا امور ابعد من اه ما انت متخيل فلا شوي قرب من الاسرة وكمان من الاسرة الكبيرة مش بس الاسرة الصغيرة اه عم بشوفك عم بتكون بعيد عن جذورك اه يمكن هادا الكرت بيحذرك او بيوصيك انه تكون قريب من اه خلينا نقول قريب من العائلة اه عم بشوف والدتك على خلاف شوي معك فكون اه حذر من هادا الموضوع يعني احنا شو قلنا غير اه رضاهم علينا يعني اه الله يديمهم فاصلح الموضوع ازا كان في بينك بين الوالدة او الوالد اه اي موضوع اه يعني ما بعرف شو انتو ظروفكم بس طلع لي هادا الكرت خلينا نشوف هون هطلع لك هدول المسجز فرم انيمالز كل واحد بيطلع له حيوان معين وبيحكي له المسج بما يعني يتناسب مع طبيعة هذا الحيوان طلع لك بيقولك لا تلتهي بالشغلات اللي بتلهيك هون وهون وهون كتير واضح اه ويعني ماشي منيح بالحاس السادسة تبعك عم بتكون عندك تفتيح عين هاي الفترة عم بتكون عندك حاسة سادسة اه لبرج السرطان عم بتصير عندك اه متل صحوة اه نورانية اه يعني روحانيات حلوة كتير هاي الفترة فعم بيقولك الحدس تبعك اه شو بيدلك اه اه امشي وراه واضلك مركز على الهدف اه تبعك اه وتحرك بسرعة كنت بطيء بالفترة الماضي فبيقولك بالفترة الجاي بقولك اختار انك تكون انت اه محبوب انت يعني انت اساسا انه انسان اه محبوب اه جدا يا برج السرطان وهاي الفترة رح تكون اكتر جاذبية مثل المغناطيس يعني بت اه بتجذب الاشخاص اه اللي من حواليك اه اعمل الاشي اللي انت بتحسه اه صح اه حتى تجاه الاشخاص اللي حواليك مو شرط انه تكون اه يعني اه خلينا نقول مو شرط تكون اه بس القول تبعك الو علاقة فيك انت ولكن ممكن انه اه اه تشاركو مع الاخرين اه فالنجاح اللي بيجي جماعي بيقولك انه اشتغل مع فريق اكتر هذا الشهر ما تشتغل اندفيدجوال ما تشتغل بشكل فردي نجاحك اكتر هذا الشهر اذا كنت اه عم تشتغل ضمن فريق اه طيب ما اخذنا هدول الكروت بالنسبة للي عندهم شريك اه منفصيلين او اه مطبصيلين يعني في كل الاحوال اللي عندهم شريك خلينا نشوف عقله الباطن شو عم بفكر لا يعني اكتر اشي او بشكل عام اه عم بيحاول انه يستشفي عم بيعم بي شايفيته عم بيسمع او تارك العوائق زي ما هي ما عم بيحل شي اه العوائق شايفيتها مثل ما ما هي هو كسلاني كتير هاي الفترة انه يعمل اي تغيير انه يعمل اي اجراء اه فبشوفه شوي ما يعني ماسك مكانه اه ولكن بالنتيجة انا شايفه بينك وبينه هو في عقله الباطن مخزن فكرة الارتباط منك لانه انا شايفه هون شجرة ومال ويعني وثروة ونمو عم بيفكر بانه يرتبط فيك فيعني مع انه كرتين شوي متناقضين بيوصفه شخص اساسا متناقض يمكن يكون فخلينا نشوف طيب هون شو فيه ديتوكس بحكيلك تخلص من ديتوكس يعني اللي في حياتك حاول تكون يمكن نباتي عاداتك سيئة عم بتكون كتير اما بتاكل قبل ما بتنام دايريكت او ما عم تعمل سبور او عم تكتر او تدمن على شغلات معينة مثل ما بعرف تدخين شغلات فعم بيقولك انه لازم تتخلص من السم اللي في جسمك هو وقع قبل ما احرك ايوه بيقولك انه انت رح تحرز هدف رح تحرز هدف في الصميم بالفترة الجاي فهاي يعني بشارة ما بعرف شو الهدف تبعك عاطفي او او غير يا برج السرطان بس بالعموم عم بيقولك انه رح تحرز هدف او شي انت مصمم كنت عليه فعم بتحققه بيقولك في تغيرات في العائلة اه وكانه فيك حمل للنساء او حتى لو كنت رجل سرطان في حمل زوجتك او بشائر بحمل انه في تغيرات بالعائلة وممكن تكون تغيرات مادية المهم انه هاي التغيرات هي عبارة عن تغيرات ايجابية ممكن تكون مصالحة مع احد افراد العائلة لانه قبل شوي بيان عندي وكأنه في شوية صراعات مع شخص من العائلة او صديق فعم بشوفها انه عم تحكي لك انه صالح او بادر او كون انت اه من المبادرين في هذا الموضوع كيب تشارجينج اهيد اه بقولك انه ضلك تشجع حالك او ضلك تعمل تشارجينج لحالك تشحن حالك اه لا قدام and don't take اه ولا لا تحكي دايما لحالك انه لا ما رح يصير لا ما رح يصير هاي هاي الكلمة اتركها يا برج السرطان انا بعرف انه انت بتحكيها كتير فبقولك اتوقع المعجزات والسليوشنز والحلول اه حتى تظهر فالاشي اللي بتتوقعه بيظهر فبقولك ما تكون ابدا سلبي بالعكس احكي اس شو خسران انت يعني انا بستغرب ليش احنا بنفكر احيانا او ليش انتو بتفكروا بطريقة سلبية او ايجابية يعني يعني ما رح تخسر اشي لا هيك رح تخسروا فليش ما تكون ايجابي يعني مش خسران اشي والله ما حد ادفع فلوس يعني بس انت جربها لمدة 21 يوم بس انك تكون ايجابي وانك تطرد الافكار السلبية من بالك وشوف المعجزات اللي ممكن تحصل في حياتك راقد بس يعني الاغلبية ما بترد يعني ما بيعملوا هذا الاشي بيقولك انت على يعني على شفاء يعني زي ما بيقولك خطوة واحدة من النجاح ولكن انت متشائم من عدم النجاح او كزا فبقولك ضاي الخطوة الصغيرة بس يعني فاصبر خليك خليك في هذا الموضوع وانت رح تحصل علي انت بدك اياه فما تمل احيانا واقت اللي انا بدي امل بعديها بيوم او بعديها بيومين يعني لو انا كملت كان حصلت علي بدي اياه فليش هون طلع لنا انه هون طلع لنا انه كيف دا اقولك اكتر اشي رح ينجح معاك هذا الشهر اه موضوع الشركات او زي ما قلنا قبل شوي انه الشغل في فريق اكتر اشي اه رح كتير تبدع اذا كنت عم تشتغل في هاي في هاي الطريقة اه انه التعاون مع اشخاص او المشاركة تشارك الاشخاص بشي معين اه حتى لو كان عصاعيد عاطفي اصدقاء اه كزا اه احلى شي هذا بيقولك رومانسي يعني هلأ وقت الرومانسية لو كنت متزوج او غير متزوج اعزب منفصل فهذا الوقت كتير مناسب انه تعيش اه يعني اه مغامرة رومانسية مو شرط يعني شخص جديد ممكن شخص قديم في حياتك فهذا الوقت الرجعة وهذا وقت الحب فشي كتير حلو لبرج السرطان نشوف اخر اوراكل بيقولك انه الانيرجي اللي عندك اياها كبيرة كتير ورح تتفجر عندك طاقة كبيرة جواتك رح تكون بسبتمبر يا برج السرطان بيقولك اه اعكسها او اعمل ري دايريكت اعمل اه يعني اه كيف ده اقولك اعمل انعكاز شارك هاي الطاقة مع الاخرين طول الوقت عم بيقولك على المشاركة وكأنك هاي الفترة او الفترات الماضي كنت عم تشتغل لحالك اه ما كنت عم بتشارك اللي حواليك او ما كنت عم بتأمن للي حواليك بيقولك انه اكتر شي هاي الفترة اه انه تشارك مع العالم خلينا نيجي على اه الاضافة اللي رح تكون على التوقعات ما بعرف ازا عجبتكم ممكن انه يعني اه نستمر عليها رح تسألوا سؤال رح تضمروا سؤال رح تكون اجابته yes or no اه واذا في موعد معين او تقريبي يا جماعة مش وقت يعني بالضبط تقريبي اه ممكن انه نحكي فاضمر على سؤال يا برج السرطان او اعمل بوز للفيديو واسأل سؤال ركز في سؤال معين فكر فيه وخلينا نشوف الاجابة صح رح يصير هذا الاشي ولا ما رح يصير او انه هو اه مو شرط يكون حدث بده يصير ممكن شغله صارت already او لا وانت شاكك اه ممكن يكون اي سؤال يخطر على بالك لكن الاجابة فيه yes او لا الاجابة هي مش بس ياس لا يعني زي ما بتقول عشرة ياس اه هذا الاشي رح يحصل مليون بالمية اه على قد ما انت حاسوا انه صعب على قد ما فيه العوائق شايفي انا كتير عوائق فيه ما سبق بهذا اه لهذا الموضوع فيه كتير عوائق عشتها انت اه لحتى هذا الموضوع ما يصير ولكن انا شايفي هاي العوائق عم تتكسر اه شايفي الشي هذا عم بيصير عم بتكون انت مثل الملك او الملكة في الموضوع وفيه انتصار فيه اه الموضوع شكرا شكرا